الحاجة الحقيقة برضو اللي حابب أننا نتكلم عليها الحقيقة كنا كان فيه زيارة هذا الإسبوع للإسكندرية وحضراتكم طبعا كان عدد منكم موجودين معنا وزورنا الحقيقة عدد كبير من المصانع طبعا بصحبة السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل والسيد وزير الاستثمار ومحافظة إسكندرية وزي ما بنأكد كدولة هدفنا كله هو تشجيع الصناعة في الفترة الجاية وإزاي أن نشجع الصناعة الوطنية على زيادة الصادرات وعلى زيادة إنتاجها في السوق المحلي ولدينا الحقيقة مستهدفات ومبارح كنا بنعرض على فخامة الرئيس في حضور الوزراء المعانيين بالمجموعة الوزرية للتنمية الصناعية بنعرض رؤيتنا للخطة العجلة لهذا الموضوع والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط ولغاية عشرين تلاتين ولكن الخطة العجلة بنتكلم على السنة القادمة حيتعمل فيها إيه بالكامل بأرقامها ومستهدفاتها لهذا الشأن الجزء الآخر من الزيارة الحقيقة يعني أتيحت لي وكنت سعيد بها جدا 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 هو زيارة أصل المنتزى بعد ما تم تطويره وده برضو يرجعني لحجم كان الهجوم والإشاعات والتشكيك اللي كان بيحصل وقت ما الدولة قررت إنها تطور أصل المنتزى وأثير إن الدولة حتقطع الشجر وحتشيل كل الأشجار وحتبني وحتعمل وكلام ده كله أذكر حضراتكم الموقف كان إيه في أسر المنتزى إحنا كان كل اللي عندنا فيه حوالي متين وعشرين غرفة اللي متمثلين في فندق فلسطين دي كانت الغرف الفندقية بقية الأسر المنتزى كان فيه ما يطلق عليها الكبائن الخاصة أذكر حضراتكم اللي كانت بينتفع بيها عدد محدود من الأسر وبعقود كانت قديمة وكانتش طبعا برضو بتجيب العائد الحقيقي للدولة المصرية الدولة اقتحمت هذا الملف المنطقة كانت بتعاني من إهمال كبير وابتدى يحصل تداعي للعديد من خدمات فيها الدولة المصرية اقتحمت هذا الملف توجيه كنسيات الرئيس بتطوير أصل المنتزى عشان يبقى على أعلى مستوى وهنا بتكلم مستوى عالمي يحق الجذب للسياحة العالمية والسياحة المحلية وده اللي أنا شفته الحقيقة على الأرض في زيارة يوم السبت اللي عملناه إن استبدلنا مناطق الكبائن اللي كانت موجودة بفنادق على أعلى مستوى وبالتالي بقى عندنا النهاردة في أصر المنتزى بدل 220 غرفة بقوا 920 غرفة يعني زودنا أكتر من 700 غرفة إضافية ما زودناش مسطح المباني إحنا استبدلنا مباني كانت قديمة ومتهلكة وكان بيستفيد منها عدد محدود بفنادق الأهم إن تم إسناد هذه الفنادق وإدارة وتشغيل هذه الفنادق بالكامل لوحدة من أكبر الشركات العالمية عشان تبدأ تشغل هذه الفنادق وتبقى هذه المنطقة مقصد عالمي للسياحة بالإضافة طبعاً للمصريين اللي حيستفيدوا منها لكن في نفس الوقت تم تطوير الحضائق بتاعت أصر المنتزى عشان المواطن المصري يدخل ويفضل بيتمتع بهذه المنطقة الترفيهية الجميلة وبالتالي بقينا عندنا هناك كل أنواع السياح فنادق كل المستويات نقدر نقول فيها الفنادق الثلاث والأربع نجوم ولغاية الخمس والستة والسبع نجوم بقت موجودة الأهم بقينا محافظين لم يتم المساس بأي شجرة أنا دخلت بنفسي وشفت يعني أحياناً كان فيه بقى بيتعمل المبنى وفي وسطه الشجرة عشان الشجرة موجودة بيتحافظ عليها فاللي أنا عايز أقوله الحقيقة اللي أنا شفته الحقيقة شيء على أعلى مستوى ومش بتكلم هنا كرئيس وزنة أنا بتكلم كراجل مهندس معماري وراجل مخطط شفت أعلى مستوى من التنفيذ في هذا التخصص وهذا المجال وحابب أن أنا أوجه الشكر للهائة الهندسية على أنها نفذت هذا المشروع بهذه الاحترافية ودي كانت توجيهات سيادة الرئيس من الأول عايزين نحول هذه المنطقة إلى أعلى مستوى بنعظم من أصول الدولة ده تعظيم حقي الأصول الدولة هو ده اللي احنا بنتكلم عليه نعظم من أصول الدولة تبقى النهاردة بتدور على أعلى مستوى مع شركات محترفة تجيب عائد للدولة تزود سياحة وتعمل أهداف كثيرة جدا ويظل المواطن المصري بيتمتع بالدخول لهذه المنطقة ويقدر أنه هو يستفيد منها في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر